بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الأحبة الكرام في خاتمة هذا التطواف الشريف الذي حلقت معه أرواحنا بعيداً في السماء يقول الله تبارك وتعالى بعد أن حكى حال الكفار يوم القيامة حالهم حال عظيم وحججهم الواهية وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل طيب ما الذي تريدون ربنا آتهم ضعفين من العذاب هذا إلا الله عز وجل وليس إليكم آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة تردهم من رحمتك يا رب ترضى عظيمة هذا كذلك ليس إليكم ربنا آتهم ضعفين من العذاب هؤسادة المتكبرون الذين أضلون السبيل الذين أرهكون الذين منعوا منا الدنيا وجمعوا وصدونا عن السبيل آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة انتهينا من هذا انتهينا من حالهم من القيامة هذا الحال العظيم بشع الشديد المرعب ثم قال الله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الذين آذوا موسى هم بنوا إسرائيل وقد آذوا موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم وآذوا الأنبياء قبله وقاتلوا الأنبياء مقاتلة الأنبياء ونقضوا معهم العهود والمواثق ما وفوا بعهد ولا ميثاق وفعلوا الأفاعيل وقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم والله عز وجل يعني هددهم وتوعدهم وحلوا عليهم ومع ذلك لم يستقل موحيل حتى ضرب عليهم اتيه أربعين سنة يتيهون في الأرض يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى في كل شيء لا تكونوا كاليهود في نقضهم للعهود والمواثق لا تكونوا كاليهود في غدرهم لا تكونوا كاليهود في كذبهم لا تكونوا كاليهود في علمهم بأن محمد رسول الله حقا وكفرهم به يعني علموا حقيقة أنه رسول الله ومع ذلك كفروا به وصدوا عن سبيل الله وهم يعلمون أن دين محمد والدين الحق كما أقوله أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لكنه كان يخاف المذمة أو يخاف أن يقليه قومه فمات والعياذ بالله على الكفر قال يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وهذا كذلك تحذير لأهل الإيمان أن يؤذوا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كالذين آذوا موسى ما الذي فعله بني إسرائيل؟ اتهموه بكافة التهم البطل وهكذا يهود يمتلكون الآلة الإعلامية يمتلكون الأموال والذهب ويمتلكون التحكم في مسائر العالم وهذا هو اللوب الصهيوني الذي لا يصعد رئيسه من رؤساء أمريكا إلا بعد أن يجيزهم اللوب الصهيوني هذا أمر معروف لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قالوا إن موسى صلى الله عليه وسلم رجل به أدرة كان موسى رجل حيي ستير يعني حيي عنده ستر لا كانوا يغتسلون فيخلعون ثيابهم عراه ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يستحي من ذلك وأنبياء الله أشد الناس حياء فكان يستحي من ذلك فقالوا به أدرة والأدرة هو تضخم الخصيتان أو به مرض في جلده قالوا فيه برص في جلده لا يريد أن يطلع عليه أحد فجاء موسى ذات مرة وكان يغتسل وحده فدخل الماء واغتسل صلى الله عليه وسلم وحده فوضع ثوبه على الحجر فجرى الحجر بثوبه فتبعه موسى وهو يضرب الحجر ويقول ثوب حجر ثوب حجر فنظر إليه بنو إسرائيل فإذا هو من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم خلقه حسن ليس في أي آفة ولا أي عيب مما اتهمه به هؤلاء المجرمون فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يعني لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه وهو من أولي العزم من الرسل حقيقة قصة موسى صلى الله عليه وسلم لم تكرر في القرآن عبثا ولم يكثر ذكرها هكذا سدى لكن الله عز وجل أكثر من ذكرها لما فيها من عظيم العظات والعبر قال فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قول السديد امتثال الأوامر واجتناب النواه وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إذا اتقينا الله وقولنا القول السديد ما الذي يحصل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا الله انتقيتم الله وقلتم الصواب من القول أصلح الله لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذا فوز من أعظم الفوز خاتمة الآية خاتمة الآية جهاد وأوامر وحجاب وطع لله وطع لرسوله وأمر بالذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتحذير للمنافقين ثم يأتي هذه الخاتمة تتوجبا تتوجل هذه الجهود كلها انظروا لهذا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سندا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله لا تقرنوا طاعتوا الله تبارك وتعالى بطاعة أحد من خلقه إلا النبي صصل أطيعوا الله ومن يطع الله ورسوله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فليحظر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة في الدين أو عذاب أليم في الآخرة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز فوزا عظيم في الدنيا والآخرة إنا عرضنا الأمانة الأمانة ما هي الأمانة؟ قيل الأمانة هي الأوامر والنواه أو هي دين الله تبارك وتعالى الإسلام لما عرض الله عز وجل هذه الأمانة على الجبال الجبال خلق من خلق الله عظيم سماوات والأرض والجبال والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذكرة الأحاديث في عظمة السماوات سمك السماء خمسمائة مسيرة خمسمائة سنة خمسمائة سنة تمشي حتى تأتي من أول السماء إلى آخرها وبين السماء والسماء مسيرة خمسمائة سنة سابع سماوات طباق على السماوات هذا الخلق العظيم المهيب والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها هذا دليل على شدة التعقل والحلم والحذر والفه لخطورة المسئولية وما قال هذه المسئولية وأشفقنا منه وحملها الإنسان قال الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا هذا الظلوم الجهول يحتاج إلى نبي يوجهه يحتاج إلى كتاب يرشده لا غنى له عن الله وعن رسوله وعن كتاب الله تبارك وتعالى الإنسان لا يستغني عن الوحي والعلم طرفة عين المام أحمد يقول أن الإنسان أو المسلم يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه يعني قد يحتاج إلى الطعام واشراب مرة مرتين في اليوم ثلاث مرات لكنه يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه إنه كان ظلوما إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه جهولا يعني جهولا بعاقبة ما يترتب على ذلك لأنك إن ضيعت الأمانة ستصلى نارا تلظى نار عظيمة ذكرنا من صفاتها ما ذكرنا ذكر الله عز وجل في صفات النار صفات عظمة جدا وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم إنه كان ظلوما جهولا لماذا أنزل الله عز وجل الأمانة والأوامر والنواهي قال الله تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المنافقون من الرجال والمنافقات من النساء والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله تبارك وتعالى وليتوب الله على المؤمنين شوف خاتمة حسنة جميلة مبشرة يعني تبعث الأمل في النفوس قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤمنين الذين أحسنوا في حمل الأمانة ولم يضيعوها ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ثم تتوج هذه الصورة وهذه الرحلة الطويلة الشاقة جدا تتوج بهذين الاسمين العظيمين الذين يكثر الله عز وجل من ذكرهما في كتابه العزيز وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما أكتفي بهذا القدر أيها الإخوة وأحمد الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم وأبارك على نبينا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله